موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام هذه حلقة جديدة من برنامج سكتير التحرير أهلا بكم رحبوا بضيفايا في استوديو الجزيرة مباشر مصر الكاتبة الصحفية نادية أبو المجد أهلا بك سيدة نادية أهلا بك وكذلك معنا الكاتب الصحفي سليم عزوز أهلا بك سيدة سليم يا أهلا بك حضرتكم البداية مشاهدين الكرام من التقرير الهام الذي نقلته وكالة رويترز للأنباء منذ دقائق عن الفانانشل تايم تحت عنوان تقرير بريطانيا عن الإخوان المسلمين تأجل حيث نقلت الفانانشل تايمز البريطانية عن مصادر رسمية قولها أن تقرير الحكومة البريطانية عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر تأجل لعدم موافقة مسؤولين إلى ما انتهى إليه التقرير هذا تقرير مهم مطول في الفانانشل تايمز البريطانية يتحدث على أنه التقرير تأجل طيب تقرير مهم بس خليني يعني فيه جزئية هم مختلفين مش على النتائج التي توصلوا ليها هم مختلفين أو بيتشحنوا ده التعبير اللي استخدمته الفانانشل تايمز نفسها بيتشحنوا إزاي إزاي هيصدروا هذه النتائج إذن النتائج توصلوا بالفعل على النتائج وبدأت استخرجوا على النتائج لكنهم يختلفون على طريقة إخراجها بالزبط يعني أولا ده تقرير مهم جدا أنا رجعت للفانانشل تايمز بما أنه رويترز نقل عن فانانشل تايمز فمن تقرير الفانانشل تايمز بتفكرنا بأنه التحقيق اللي هو طلب اللي هو تم طلب بناء على طلب من رئيس فزراء البريطاني في إبريل الماضي للتحقيق للتأكد من أنه جماعة الإخوان المسلمين لا علاقة لها بالإرهاب ولا تشكل خطر على الأمن القومي البريطاني فبيقولوا أنه كان أصلا التقرير ده كان مفروض نتيجته أواخر الشهر اللي فات يوليا وإحنا عارفين الإنجليز والساعة وبيكبان يعني مفروض أنه المواعيد عندهم بتكون مقدسة أخيرا عرفنا أنه تم تأجيل هذا الصدور هذه النتائج ليه بقى؟ مش عشان هما مختلفين على النتائج لا عشان هما مش عارفين يعرضوها إزاي ليه؟ لأنه هذه النتائج بتقول أنه ما سبتش خالص أنه الجماعة الإخوان المسلمين لها أي علاقة بالإرهاب الإرهاب ولا تورط أي من أعضائها ملقوش أي دليل على تورط أي من أعضائها في أعمال إرهابية وبيقولوا أنه في تشاحن بين الوزراء وكده أنه زي هتطلع النتيجة دي؟ لأنه أصلا التحقيق بدأ بناء على طلب من بعض الدول الخليجية فهم عملوا هذه التحقيقات وتوصلوا أنه مش جماعة إرهابية وده قالوا أنه ده سيصير غضب من هذه الدول لأنه هما كانوا عايزين النتيجة تطلع مختلفة لأنه هذه الدول زي مصر قرروا أنه جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية مصر من ديسمبر وهذه الدول تبعتها فهم عايزين كمان كان يبقى في بريطانيا وكمان بقى فيه كان ضغوضوا قبل كده برضو على أمريكا أنها تحطها من ضمن الدول الإرهابية فنتيجة التحقيق جت على عكس ما يريدون مش على عكس المتوقع لأنه وهم بيقولوا أنه الإخوان المسلمين اللي هي أنشأت من سنة 28 مش معروف عنها أنها لها علاقة بالإرهاب مؤخرا وهم دايما كانوا بينفوا هذه التهمة وبيقولوا أنه جماعة الإخوان المسلمين تعمل في بريطانيا من سنة 95 وكان مهم جدا التحقيق ده أنه يتأكدوا لأنه كان حيترتب عليه أنه هم لازم يضطردوا طبعا من بريطانيا لو تم فطبعا كده ما فيش أي حاجة وبيقولوا أنه كان فيه ناس أصلا من قبل كده حذرت من هذا التحقيق وأنه ده ممكن يجيب نتيجة عكسي لأنه الإخوان المسلمين معرفين أنها جماعة معتدلة وأنه ده حيخلي ناس كتيرة تلجأ للعنف مش شرط أنه هم منهم لكن فيه ناس أنه فكرة لما تكون أنه أنت معتدل وسلمي ومع ذلك بيتم تصنيفك كإرهابي يبقى خليني يبقى إرهابي بقى مدام كده كده أنا متهم بالإرهاب فهم بيقولوا دلوقتي الغد دلوقتي متأجل التقرير عشان مش عارفين إزاي يصدر هذه النتائج لأنها هذه هي نتائج وهذه المعلومات من مسؤولين في مجلس الوزراء البريطاني وناس من اللي هم مطلعين على هذا التقرير فطبعا التقرير مهم جدا وأعتقد أنه هيكون ليه تدعيات الأيام القادمة هنبقى نغطيها إن شاء الله هؤلاء المسؤولين لم يتحدثوا عن المعاد الذي سيخرج فيه التقرير النهائي؟ لا يعني هو يعني القصة بتاعت النهائدة طلعها في فكرة أنه هو تأجل وكده يعتبر متأجل أكتر من إسبوعين إذا كان مفروض كان يصدر نهاية الشهر اللي جاي فهم يعني أعتقد أنه هيكون فيه كثير من التطورات والمتابعة وإحنا إن شاء الله هنتابع المتابعة نعم لكن هذا الخبر في الفاناشل تايمز نستطيع أن نؤكد أنه يقول أنه التقرير انتهى إلى أن جماعة الأخير المسلمين ليسا جماعة إرهابية لا يجب أن تصنف كجماعة إرهابية ولا درير على تورط أعضاءها في أنشطة إرهابية نعم والأمر الآخر أن هناك ضغوطات مورسة على الحكومة البريطانية أولا لفتح هذا التحقيق ثانيا لأن يخلص هذا التقرير إلى نتيجة أخرى بالضبط يعني وإنهما يعني وده أحد أسباب أنه تأجيل الإعلان عن النتائج في موعدها وأنهما بحاولوا يشوفوا إزاي تلعوا النتائج نعم أستاذ سليم هذه الجرائد المصرية المطبوعة لو تذكر معي ما أثير فيها وقت أن فتح هذا التحقيق نعم تزايدت بعض الصحف وقالت أنه الإخوان في طريقهم للحظر في أمريكا وفي كندا وأنهم بالفعل خلاص باتوا في مأزق شديد الآن خرج التقرير ليعطي شهادة الإخوان بأنهم جماعة إرهابين بدل أن يكون شهادة عليهم صار شهادة لهم هو اللافت أن بعض دول خليجها التي تطلب وضع الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب في بريطانيا واللافت أيضا أن هذه الدول لا تدال إلى الآن تمارس ضغوطا على بريطانيا من أجل أن يتم وضع جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب وليس لافتا على الإطلاق أن ينتهي التقرير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تمارس الإرهاب وليست جماعة إرهابية لكن أنا لا أستطيع أن أستبعد مسألة تأجيل إعلان التقرير إلى الآن بالاتهمات المتوالية والمتكررة الآن في مصر على أن هناك حرائق هنا عمليات إرهابية هناك مجموعة من شكلة تنظيما إرهابيا في حلوان وتمارس الإرهاب يعني هكذا نحن الآن نسمع نحاول أن تربط بينما يجري على الأرض الآن في مصر وبينما حاولت تأجيل هذا التقرير أنا في تقديري أن القوم الآن السلطة الانقلاب في مصر الآن تحاول بقدر المستطاع أنها تنزب إلى جماعة الإخوان المسلمين أنها تمارس الإرهاب حتى يمثل هذه العمليات عمليات ضغط أيضا على وضع هذا التقرير لكنني يعني في بريطانيا ربما يعني في بريطانيا ليست خارج الكون ونحن شهدنا كيف تجري عملية الرشوة في صفقات سلاح وما إلى ذلك شهدنا هذا وقرأنا عنه لكنني أعتقد أن متألة كهذه ستكون بنا الصعوبة بمكان أن يتم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعة إرهابية وفي بريطانيا يعرفون جماعة الإخوان المسلمين جيدا يعرفون أنها جماعة سياسية يعرفون أنها جماعة لا يستطيع أحد أن ينسب إليها أنها يمكن أن تمارس الإرهاب بأي درجة من درجاته أو أي مستوى من مستوياته لكن أنت الآن يعني هذا التأجيل ربما سيكون هذا التأجيل يفتح شهية القوم في مصر على المزيد من الاتهامات المزيد من العمليات التي تنسب إلى جماعة الإخوان المسلمين الآن يجري الحديث على أن جماعة الإخوان المسلمين هي المسؤولة عن أزمة الكهرباء وفشل سلطة الانخلاف في حل هذه الأزمة وأنها تشكيلات إخوانية تقوم بعمليات تفجير لبعض المستودعات الإنارة وليس بعيدا أن يجري التهم مجلس العموم البريطاني كما تهمت يوم من رجل على أنه إخوان وأخو هنا حديث آخر يجب أن يفتح سيد سليم عن دور الحكومة المصرية ودور الخارجية المصرية في مثل هذا التقرير لأنه إبان فتح هذا التحقيق جرى الحديث عن شركات العلاقات العامة التي تدفع لها الحكومة المصرية ملايين الدولارات وأيضا جرى الحديث في بريطانيا سيدة نادية عن تعيين أو توظيف توني بلير كمستشار للسيسي وقبل أيام الجراد البيطانية تحدثت عن دوره في تسويق الانقلاب لدى الحكومة البريطانية فيه كان مقال قريب في الاندبندنت من يومين أو تلاتة اللي هو يعني العنوان بيتسائل يعني أنت بجد بتعرف تنام كويس بالليل لتوني بلير بسبب اللي هو دوره قبل كده طبعا في العراق وعلاقته بما يحدث في مصر الآن كمان بس عايزة أفكر أنه كان وقت موضوع فتح التحقيق دوت اللي هو من أربع شهور في إبريل كانت تكلموا إزاي كل شوية كانت بقى منشطات الجرائد بتتكلم على فكرة إزاي الأدلة اللي عمالة السلطات في مصر بتقدمها ضد الإخوان المسلمين اللي احنا معرفناش هي إيه ورغم بقى هذه الأدلة سواء كان فعلا يعني هما ليهم أي لأنه لا أعتقد أنه في أدلة أصلا بس رغم كل ده طلع التقرير أنه ما فيش حاجة وأعتقد أنه ده إحراج أصلا لبريطانيا من الأول أنها عملت فتح التحقيق ده وده اللي كانت قال وديفيد كاميرين كان فيه بردو كتير من الصحافة البريطانية المحترمة اللي هي هجمت أصلا بداية تحقيق لأنه وفي ناس طلعت له أنه هو أصلا متعشي مع ناس معاهم وعلى اتصال دائم معاهم فإزاي أن انت فجأة بقيت عايز تحقق في أنشطتهم وانت بش عارف هم مين وهل هم إرهابيين أم لا طيب نحن هنا تحدث عن تقريب صادع الـ Financial Times النقلاته طبعا وكادة رويتر للأنباء سؤالي هنا عن مدى صدقية الـ Financial Times أو هذا التقرير لا طبعا يعني أولا ده كلام الصحافة العموما الغربية ما بتكتبش حاجة هي مش متأكدة منها وبعدين زي ما أنا قلت أصلا كمان ده نقلا عن مصادر سواء مسؤولين بريطنيين أو من ناس اللي ليهم علاقة بالتحقيق وبعدين دليل أهميته أن وكادة أنباء هي نقلة عن Financial Times يعني ده معناها أن Financial Times وصلت لمعلومات الـ Reuters ما لحقتش تاخدها فعشان كده هم مفروض العكس مفروض دايما أن الصحف هي اللي بتاخد من وكادة الأنباء بس ده دليل أهميته وأنا شفتها يعني برضو قبل ما دخل على طول فيه جرائد أخرى ووسائل إعلامية أخرى نقلة عن Financial Times فتقيبا ده يعني زي ما بيقولوا Exclusive لل Financial Times من غير طبعا ما هي تدعي يعني ما قالتش أنه هو Exclusive بس واضح أنه هم أول ناس وصلوا لهذه المعلومات وبمصادرها علشان كده يعني نقلت عنهم Reuters وآخرين طبعا هذا السؤال كان مهما لمن يشككون في Financial Times طبعا أيضا الأول اللي هيقوله أنها إخوانية برضو بالتأكيد ربما يقال هذا الكلام كما قيل على الـ Guardian سابقا هذا التقرير أيضا كما نقلته Reuters نقلته عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المصرية خلال الدقائق الماضية إلى الصحافة المطبوعة المصرية وقناة السويس والتي تعود مرة أخرى إلى واجهة الصحف الأهرام في الصفحة الثالثة محلب خلال افتتاحه مشروعات تنموية بسيناء تغليض عقوبة الاعتداء على المنشآت والمرافق العامة ولا مكان للمخربين بيننا بالقانون اليوم السابع في الصفحة الأولى مهاب مميش إعلان التحالف الفائز بمشروع محور قناة السويس غدا الأهرام في الصفحة الأولى غدا إعلان التحالف الفائز بتنفيذ القناة الجديدة الأخبار في الصفحة الأولى وحدات لإزالة الألغام بمشروع القناة الجديدة شيخ الأزهر بالموقع تمنيت أن أعود شابا لأحفر بيدي وفي الجمهورية في الصفحة الأولى شيخ الأزهر يبارك العرقانين العرقانين في القناة وفي المصر اليوم في الصفحة الأولى البنوك الحكومية تبدأ تحديد شروط شهادات القناة وفي المصر اليوم في الصفحة الخامسة رئيس الرقابة المالية لا يحق لقناة السويس إصدار أسهم وفي الوفد الصفحة الأولى دار الهندسة استشاري تنمية قناة السويس مصدر قضائي للوفد شركات تنافست على المشروع والفائس قدم أقل عرض ثلاثة شركات والفائس قدم عرض من مليون وسبعمية تلاتة وسبعين ألف دولار إعلان الترسية رسميا غدا واللجنة الفنية أدخلت تعديلات بسيطة في صياغة العقد شيخ الأزهر قناة السويس الجديدة مفخرة وشرف لمصر وجيتيها وقائدها أما الوطن فانفردت بعنوان على الصفحة الأولى التحالف المصري السعودي يفوز بمشروع قناة السويس 86.6% ومميش التنفيذ والإدارة مصرية وفي الجمهورية الصفحة الأولى شهادات الاستثمار حلال حلال طبعا هذا كان العنوان الأخير هنا لسؤالان أستاذ سليم السؤال الأول على أن الصحف المصرية بالأمس في النسخة المطبوعة بالأمس كلها تحدث على تمويل هذا المشروع من قبل المصريين من خلال الأسهم اليوم رئيس الرقابة المالية يقول أنه لا يجوز أن تصدر الأسهم ولا أن تصدر قناة السويس هذه الأسهم أولا أنت لديك مشروعة عمل دون دراسة جدوى دون دراسة حوله دون أي شيء على الإطلاق أنت لديك يعني جماعة طول الوقت عاديين يعملوا فرح يعني على الطريقة التي قام بها حسن المبارك فيما يحتص بمشروع التوشكة ثم تبين بعد ذلك أن مشروع التوشكة هو مشروع فشلا ذريعا الآن يجري الحديث أيضا على فكرة يعني غدا يتم الإعلان التحالف الذي سيفوز أو التحالف صحف الاسم والنصيب الذي سيفوز بالعملية الخيام بهذه المهمة يعني قبل افتتاح السيسي لهذا المشروع قيل أنه هو التحالف تم الإعلان عبر الصحف أنه سوف يتم إعلان غدا وغدا هذا كان يوم افتتاح المشروع بأنه التحالف السعودي هو الفائد الآن يجري الحديث عن لا قبل الافتتاح في أيام كثيرة قالت رويتز ببضعة أيام قالت رويتز انفراد أنه التحالف المصري السعودي هو الفائز بهذا المشروع أبليها بيومين أبليها بيومين قبل السعودي نعم نعم ونشرته برصو نفعل عن مصادر عبر نفعل صدر الحكومية وعسكرية وعتقد أن جليلة الوفد هي التي نشرت كلام رويتز كمنشت لها وقالت أنه خلاص سوف يتم إعلان التحالف المصري السعودي أنه هو المسؤول عن هذه المهمة ثم لم يعلن أسماء وقيل أن سوف يعلن هذه الشركات في وقت اللاحق وظللنا طوال الوقت يتم الحديث على أن الوقت اللاحق إلى أن علمنا الآن أن الوقت اللاحق غدا فإذا بجليلة الوطن تعلن أيضا أن التحالف تنتهي إلى ما بدأت بي رويتز نعم يعني المسألة لم يكن هناك فيها جديد ربما الجديد أنهم أحرقوا في هذا الفرح العمدة الذي نصبوه ربما أنهم أحرقوا أن يعلنوا أن التحالف المصري السعودي هو الذي فاذ بهذا نحن لم نشاهد مناقصة أجريات لم نشاهد دراسة جد لكن عادوا إلى ما بدأت بي رويتز قبلها أي شيء على الإطلاق ويبدو أننا أمام مشروع شبه وهمي لأنك طوال الوقت الشيخ الأزهر يروح ناكي يقول لك يا راتني رجعت الشاب من جديد كي أحفر بيدي يعني عودة الشيخ إلى صباه يعني أحنا طوال الوقت لدينا ناس عاملين مهرجان وهذا المهرجان للأسف الشديد لا يستطيع أن يقنع أحد ثم سندات من هناك صور لعملات الحفر هناك عملات حفر حقيقية تجري وهناك تصرحات الأمس على أنهم وصلوا إلى حفر هذا شيء جميل جدا لكن أنت إلى الآن لا يوجد لديك يعني من هو الممول من هي الجهة اللي سوف تتمول يعني هل تعتقد أن المصريين لما يجري الاكتتاب بعشر جنيه ومئة جنيه وألف جنيه هل تعتقد أن هذا يمكن أن يمهمه المشروع عملاقا على النحو الذي قالوه أنا شايف أنه الفكرة كلها على بعضها أننا أمام رجل تولى حكم البلاد وهو لا يستطيع أن يحل أي مشكلة من المشكلات وبالتالي وجد أن في هذا المشروع أنه يمثل له هروب استراتيجي إلى هناك طوال الوقت تظل الناس تتعشم على أنه يعني إذا كان وضعكم الاقتصادي سيء الآن فغدا سوف تكون الحياة فنها بالحديث عن المشكلات وعن الوضع السيء الآن نتوجه إلى الأهرام في الصفحة الأولى عن الكهرباء مائة مليون جنيه خسائر أبراج الكهرباء وثمانية عشر متهما جديدا في قضية التخريب الأخبار في الصفحة الأولى قنبلة الفجر تظلم شوارع العباسية خطة لتطهير الكهرباء والبترول من الإخوان الجمهورية في الصفحة الثالثة الإرهاب يلاحق الكهرباء والسكة الحديد تخريب كشك العباسية واستوانات غاز على قطبان العياط تعطل القطارات وفي اليوم السابع في الصفحة الخامسة تمويل مصري سعودي لإنشاء أكبر محطة للطفحة الشمسية بتكلفة ستة مليارات دولار محرم هلال مصر لديها فرص استثمارية ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة هناك اتجاه أستاذ سليم لتطهير البترول والكهرباء من الإخوان يضخروهم الإخوان لكن المأساة الحقيقية الآن أن هؤلاء قوم يريدون أن يقولون أن السبب في كل هذه المشكلات مشكلة الكهرباء الآن التي تقطع ست ساعات وعشر ساعات في اليوم الواحد هم يريدون أن ينسبوا هذا الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين يعني طول الوقت كلما واجهتهم مشكلة أصبح الإخوان المسلمين هم المسؤولين عنها يعني لماذا لم يجري الحديث في الفترة السابقة على أن الإخوان هم المسؤولون عن هذه الأزامات التي تواجه الكهرباء بدأ الحديث مؤخرا وقال أنه تم القبض على ستة أفراد قبل تقريبا ثلاثة أسابيع وقالوا أن الأمور سوف تعود إلى طبيعتها ولم تعود الأمور إلى طبيعتها الآن بدأ واضحا أن هناك تشكلات عظيمة جدا من الإخوان هي المسؤولة عن كل هذه الأدماء الحقية لدينا أناس فشلة هؤلاء الفشلة يبحثون عن شماعة يعلقون فيها فشلهم وليتوجد أمامهم شماعة أهم ولا أفضل من شماعة الإخوان المسلمين يعني الآن عظيم بدأ أنت الآن استطعت أن تحاطر الإخوان المسلمين وإستطعت أن تطهر ودارة الكهرباء من الإخوان المسلمين وإستطعت أن تقوم بإلقاء القبض على هؤلاء الجناه الذين هم كانوا السبب في أذبة الكهرباء متى ستعود الكهرباء يعني متى ستعود الكهرباء إلى حالتها الطبيعية نحن أمام أناس فشل في الواقع وفشل في الأساس وهذا الفشل هو الذي يدفعهم إلى البحث عن عدوه يعني طول الوقت يعني إحنا من ستة شهور قالوا نحن خلطنا على الإخوان يعني من ستة شهور أعلن ودير الداخلية خلط معاتش فيه إخوان والبلد طهرت من الإخوان والإخوان لن تقوم لهم قائمة هو الذي قال ذلك وكل سلطة الحكم وكل حلفاء الحكم قالوا هذا الكلام انتهى للإخوان المسلمين ومصر أغلقت ملف الإخوان المسلمين إلى الأبد دلوقت تطلعوا الإخوان المسلمين أنهم متمترسين في ودارة الكهرباء وفي كل محول وراه إخواني وفي كل مكان وأنهم قادرين يعملوا هذه الأزمة الضخمة جدا يعني خلق إحنا نعمل إحنا في الناس دي يعني إحنا نعمل إحنا في الله والخفي اللسم والإخوان المسلمين الذي يبدو أنه وهذا السؤال أسأل المستدر ندي بعد التقرير الحقوقية التي قالت أن من اعتقلوا عقب الانقلاب العسكري زاد عددهم عن 41 ألف معتقل لا زال الإخوان متهمون وفقا لهذه الجرائد عن كل هذه العملات التي تجد على الأرض ده غير ده غير الأتل غير أنه هو طول الوقت بيتكلموا على أن هم تم سحقهم وتم نبذهم وتم إقصاؤهم ما هو يعني زي ما بقوله كدب ملوش رجلين فلما بتبقى الفرضية أصلا من الأول غلط فكل اللي بيترتب عليها غلط وبعدين زي ما بيقوله إن كنت كذوبا كن ذكورا فهما نسيوا زي ما قال الأستاذ سليم دلوقتي نسيوا أنهما في الأول لما كان يعني لما استفحلت أزمة الكهرباء ما كانش هو ده اللي بيتقاهل كان بيتقاهل بقى نقص الوقود والحمولة وبعدين رفعوا الدعم في أمل ويمكن دكور مرسي كانت حاجة أخرى كان أبرزها أنه هذه الكهرباء تذهب إلى غزة بالضبط في جراكن فهي دي الفكرة أنه أي حاجة أقول إخوان وإنسى بقى التنقضات أو إنسى التقولتي قبل كده التصريح الأبرز في هذا السياق هو تصريح محمد إبراهيم وزير الداخلية الذي قال في نجحنا في استقصال جماعة عمرها ثمانون عاما ستة وتمانون عاما هو التمانين عاما بس هو لم ينجح طيب إلى ملف المحاكمات والبداي من الأخبار في الصفحة الأولى المنشط الرئيسي المحكمة ترفع وحضر النشر في قضية التهام المعزول بالتخابر مرسي يطلب شهادة السيسي وفي المصر اليوم الصفحة الأولى اللواء فريد التهامي مبارك والعدلي مسؤولاني سياسيا عن قتل المتظاهرين قائد الحرس الجمهوري الرئيس قال لي لو المتظاهرين دخلوا قضة نومي سيبهم وفي المصر اليوم الصفحة الأولى رفع حظر النشر في تخابر مرسي والدفاع يطلب استدعاء السيسي وطنطاوي وعنان وفي الوطن الصفحة الأولى المستشار إبراهيم الهينيدي في أول حوار صحفي منذ أربعين سنة وزير العدلة الانتقالية هنطلع كل قوانين مصر من جديد مرسي طلع روحي وعندما طلبته ببيان الذمة المالية قال لي أنا رئيس جمهورية إزاي تكلمني كده نعم دعمت التصالح مع الذين نهبوا البلد من نظامي مبارك ومرسي لأن البلد يحتاج كل من لي الوطن في الصفحة الأولى قاضي تخابر مرسي يرفع الحظر عن الجلسات ويرفض استدعاء السيسي اليوم السابع في الصفحة الأولى تشريعات جديدة لتغليض عقوبات المخربين والإرهابيين رئيس الوزراء خلال جولة بجنوب سيناء من يعتدي على المجتمع ومنشآته لما كان له في مصر اليوم السابع في الصفحة الرابعة سر الإجابات المتناقضة للمشير أمام محكمة القرن تنطاوي حمل مبارك مسئولية التعامل مع المتظاهرين ولم يتهمهم مباشرة بإعطاء الأوامر ووزير الدفاع الأسبق في 2011 غيره في 2014 اليوم السابع في الصفحة الأولى النقض تتسلم طعن مبارك على سجنه في القصور الرئاسية مصدر قضاء إداع المذكرات في خلال المدة القانونية المحددة بستين يوما من موعد صدور الحكم لا زال رموز نظام مبارك سيد سليم تفرض لهم الصفحات في هذه الشهادات التي لأول مرة تقول جريدة مصرية أنها متناقضة مع شهاداتهم بانت ثورة مباشرة في 2011 اليوم السابع تقول أن الإجابات تنطاوي في 2014 متناقضة مع إجابات 2014 لا بد أن تكون متناقضة لسبب مهم جدا لأن تنطاوي تم تخديمه والمجلس العسكري كله تم تخديمه وبعد الثورة على أن هؤلاء حمات الثورة الذين أكبروا مبارك على التنحي الذين حموا الثورة الذين يعني يمثلون التعبير الحقيقي عن هذه الثورة الآن الأمور اختلفت وعلى فكرة هي مختلفة برضو من أيامها يعني من أيامها في الوقت الذي كانت فيه صحيفة الأخبار تنشر معلقات عن دور الجيش في حماية الثورة المصرية وهذه معلقات وفقا لشهادتها أوليش ودناك سهم نعم أنا عايد أقولك على حاجة مهمة جدا في هذا التوقيت الذي كانت تنشر فيه مذكرات مصطفى بكري أنه الجيش حمى الثورة وطريقة حماية الجيش للثورة وضغط على مبارك الذي رفض وأكبر مبارك على التنحي وكيف أنه مبارك أعطى تعليمات للتنطاوي بضرب السوار فقاله لا مش حضرابهم دول أبنائنا وكلام الأفلام السينما دي اللي حصل أنه في هذا التوقيت كان تنطاوي بشهادته في المحكمة وشهادته المحكمة خررت أن تكون الشهادة سرية إلى أن صدر الحكم فأطبحت الشهادة في متناول الجميع في هذا التوقيت تنطاوي أن لا مبارك أكبرنا على التنحي ولا مبارك طلب مننا ولا مبارك لنا ضربه بالرصاص ولا أعلم أن مبارك أعطى تعليمات لأحد بإطلاق الرصاص على المنتظاهرين ولا أعتقد أن مبارك يمكن أن يصدر هذا الكلام فكانت شهادتهم كلها في إطار تبرئة مبارك نعم هناك تناقض الآن تناقض حدث في نقطة مهمة جدا أن تنطاوي يتحدث على ثورة 25 يناير التي قالوا أن الجيش الذي حماه يتحدث عنها الآن على أنها مؤامرة خارجية وأنها مؤامرة خارجية وأنها مؤامرة خارجية هذا هو الجديد في شهادة تنطاوي والجديد أيضا في شهادة كل أعضاء المجلة العسكري يعني أسامي عنان هذا نوع من الكذب يعني من الكذب الصريح جدا لأن مبارك لا يمكن أبدا أن يقول هذا الكلام ولماذا لم تقل هذا كلام في حينه وأنا من الذين ظهروا ذهبوا إلى القصر الجمهوري في اليوم الأخير لحسن مبارك وكان الحرص الجمهوري متأهب للتعامل بقوة مع المتظاهل يعني فكرة تبوهم لو دخلوا لغاية عنده هذا كلام أعتقد أن مبارك لا يمكن أن يقوله هنا نقطة مهمة سيد سيد يعني مبارك كان عنده لهاجة الأمنة مفهوم أن يكون هذا التناقض في إطار التنابذ السياسي والإعلامي أما أن يكون هذا التناقض في ساحات المحكمة وفي نفس الأضية أن يقول شاهد كلام ثم يغيره بعد سنة في نفس الأضية إبراهيم عيسى كمان عملت يعني إبراهيم عيسى كاد أن يقول في شهادته أنه السرطة أبلت الناس على كبر الجلاء بالورود يعني تقريبا قال هذا يعني أنك استقبلونا بالتحيي وهذا الكلام هو قال يعني حبيب العدي تحدث على شهادة إبراهيم عيسى بهذا الشيء الذي حدث يعني هو الأجواء التي تغيرت وبالتالي يتغير مع شهادة شهود في المحكمة وتحت القسم شهادة شهود دور كلهم يعني أبل كده كانت ثورة خلحة وعشر ناير التي انتصرت الآن الثورة المنضادة هي التي هي التي تحكم وبالتالي تتغيرت يعني أنت شفت في الدنيا أنه حبيب العدلي ومساعديه وحطني مبارك يلقي خطابا رئاسيا في محكمة حطر إمتى ده وبيحصل في إنها محكمة وبعدين يتكلم عن 30 سنة من الإنجازات يعني خطاب رئاسي بامتياز يعني أنا بس في نقطة عايز على عليها فيما يحتص بالراجل اللي قال لك أنه مرسي طلع روحي وجاي يقول هذا كلام الآن ما قلتش ليه قبل الآن مرسي طلع روحي وأنا لما قلت له إقرار الزمن المالية يعني عد غنمك يجوح مرسي أساسا كان مقدم إقرار الزمن المالية يعني بالفعل إلى لجلة انتخابات الرئاسية وبالتالي طلعونا يا جماعة إقرار الزمن المالية الذي قدمه الرئيس محمد مرسي إلى لجلة انتخابات الرئاسية قلونا الرجل ده كذب بإنه ادعى أنه في أمناك بتاعته هي مش بتاعته أو ادعى عكسة ذلك نبدو أن كل من هو ضد الإخوان ويحصل على المباركة تحدث في الآن في الصورة المصرية قلنا يا سيدي إخرار الضمن المالية بتاعها في التحسيسي قلنا إيه التناخد وقلنا إيه هو التناخد وسروته اللي هو المفروض بلعب الرصادي أنا شايف أن دم ناس ضمنوا أنه ثورتهم المضادة قد انتصلت وبالتالي هم يعني بيحاولوا الآن أنهم يبينوا أنه كل ما جرى قبل ذلك كان كذب وأن الرئيس كان أتت الشهادات بهذه الصورة إلى عدد من العنوين التي تتعلق بالوضع الأمني في الشارع والبداية من روسيا تيديو التي تكتب اشتباكات عنيفة تشعل شوارع مصر هذا العنوان يتحدث عن المضادة أم زبط هو عنوان والتقرير مصحوب بفيديو بيوري صور من الاشتباكات اللي جرت في مصر أو غير إنه اشتباكات الهجوم من قبل قوات الأمن على المتظاهرين اللي هم كانوا مفروض أنه هم بيتظاهروا يوم الخميس والجمعة وبمناسبة مرور الزكرة السنوية لمجزرتها فض ربعة والنهضة وكمان يوم 16 اللي هو المجزرة التانية في رمسيس اللي هي يوم 16 تمانية اللي هي قتل وقتها 100 شخص على الأقل من قبل قوات الجيش والشرطة وطبعا من الجدير بالذكر ومن المؤسف أنه تساقط عدد جديد من الضحايا خلال الأيام السابقة فيعني الناس بتطلع تتظاهر ضد مجازر فلي بيحصل أنه هو بيتم قتل المزيد منهم لكن مع ذلك الناس برضو لسه بتنزل وتتظاهر وفعلا الناس دي اللي هي حتى رحها على كفها والنتيجة هيك أنه لسه ما زال الناس يقتلوا والناس لسه في الشارع معترضين على الانقلاب وكل ما ترتب عليه نعم إلى اليوم السابع والتي تكتب في ملف مطول في الصفحة السادسة تحت عنوان المطرية عاصمة شرق القاهرة الملتهبة بين ثورتين 25 يناير وال30 يونيو وجود الإسلاميين وسقوط 25 قتيلا في ثورة يناير يجعل الحية مركزا لمظاهرات أنصار مرسي والأهالي يشاركون في الاشتباكات المسلحة المصر اليوم في الصفحة الثالثة إخلاء كمين الكيلو 112 بالواحات يفتح الطريق أمام الإرهاب المصر اليوم في الصفحة الثانية وزير الدفاع سنتصدى بحسم لكل من يفكر في المساس بأمن مصر وقواتها المسلحة المصر اليوم في الصفحة الرابعة نجل مرسي يهدد النظام سأرد على تسجيلاتكم ولدي ما يفضح أسراركم الوطن الصفحة الأولى وزير الداخلية أحبطنا إرهاب الإخوان في ذكرى رابعة بمساعدة الشعب إبراهيم 14 أغسطس سيظل ذكرى خالدة لمائة واربعة عشر رجل شرطة استشهدوا في سبعة عشر يوما وفي اليوم السابع الصفحة الثالثة كتائب حلوان وهمية مصادر أمنية عددهم لا يزيد على عشرين وصوروا فيديوهات بنهية وكرداسة والمينيا والإسكندرية والدلتا والقناة أما الجارديان فتكتب عام على مجزرة رابعة في مصر ثمانمائة وسبعة عشر من المتظاهرين في أغسطس الماضي اعتبرت جريمة ضد الإنسانية عنوين كلها مثيرة أستاذ سليم المطارية عاصمة شرق القاهرة لكن الأكثر إثارة هو مضوع المصر اليوم في الصفحة الثالثة إخلاء كمين 112 بالواحد يفتح الطريقة أمام الإرهاب هذا هو الكمين الذي جرى استهدافه مسبقا استهدافه مرتين المرة الأولى بعد أن جرى استهدافه جرى تعزيز القوات وبعد أن استهدف مرة أخرى وزاد عدد القتل من الجنود والضباط قررت القوات المسلحة أن يتم إخلاء الكمين بشكل كامل هذا شيء غريب جدا هذا أمر غريب للغاية أنك أنت تخلي كمين لمجرد أن هذا الكمين تعرض إلى التصفية بدلا من أن تعزز قواتك هناك بدلا من أن تحاكم نفسك على أنك أنت تركت هذا الكمين لكي يجري تصفية الجنود فيه ويتضح في نهاية الأمر أن هؤلاء الجنود لا يوجد بينهم ضابط واحد ثم أنه السؤال الذي يتذكرونه بحاجة مهمة جدا أين الجناه الذين قاموا بهذه العملية وبغيرها من العمليات؟ العنوان سرع في هذا الموضوع انتشار عملية التهريب توافض الغرباء الرعب يسيطر على مرتادي الطرق ومواطنون يطالبون بإعادة الأمن إلى المنطقة إذن كان هذا قرار القوات المسلحة أن يتركوا الكمين بلا حراسة طبعا العنوان الذي قرأناه تاليا عن وزير الدفاع سنتصدى بكل حسم فيما يتعلق بأمن مصر عنوان الوطن هو عنوان مهم جدا وزير الداخلية أحبطنا إرهاب الإخوان في ذكرى رابعة بمساعدة الشعب ويقول أن أغسطس سيظل ذكرى خالدة لـ 114 رجل شرطة استشهدوا في 17 يوم لو تذكر يا أستاذ نادي أنه مصادر حكومية وداخلية ومن الداخلية قالوا أنه 114 قضوا في فض رابعة وهكذا قال أيضا أحد الضيوف المؤيدين للانقلاب على الجزيرة بالأمس وده اللي احنا تكلمنا فيه يوم هاي يوم لما طلع التقرير ده وتأنا فاكرة الأسبوع اللي فات لما كان تصريحات ليه هاني عبداللطيف المتحدد في اسم وزارة الداخلية أنه هو قال أنه يوم 14 ده يوم ذكرى اللي هو 114 وإحنا ساعتها تسألنا إيه هو 114 لأنه حتى يوم فض رابعة بالتقرير المجلس القومي الحقوق الإنسان اللي هو بتاعهم بتاع سلطة الانقلاب قال أنه هما تمانية فقط هما اللي كانوا اللي هما قتلوا في الفض التانيين قتلوا فيه محافظات أخرى فيه العنف اللي هو حصل بعد كده الـ 114 دلوقتي بقى يوم وهو ساعتها كان بيكلم أنه 114 كلهم في الفض في نفس اليوم وفي فض رابعة فدلوقتي بيقولون أنه دور على مدى 17 يوم يعني أكيد قتل الشرطة مدين لكن فيه فرق برضو بين أنه تتكلم أول حاجة أنه هما ماتوا في مكان واحد وفي يوم واحد وتطلع ويطلع الكلام مش مظبوط الحاجة التانية ما أنت لما تتكلم عن 114 ما تتكلم برضو عن الألافات اللي هما الشرطة والجيش قتلوهم يعني وخصوصا أنه ما عندناش دليل مين اللي بيقتل الشرطة والجيش الغريب أن أحد الضيوف المؤيدين للشرعية على قناة الجزيرة بالأمس ظل لعدة دقائق يقول أنه 114 قضوا المؤيدين للانقلاب نعم قالوا أنهم قضوا في الفض يعني كانت المذاعة تتظن أنهم في عدد من الأماكن في نفس اليوم قال لا كل 114 في فض رابعة والنهضة فقط يعني أنت لديك هؤلاء الناس لأنه في نهاية الأمر ربما ليسوا معروفين في مصر ليست لهم سابقة أعمال ليست لهم يعني ليسوا أسماء بارزة وبالتالي يجي أي حد يقول لك أي حاجة يعني إحنا طوال الوقت كانت متكرتنا معاهم على مدى عام أنه يجي يضرب لك معلومات كاذبة ويروح يعني القصة التي قال لهم أنه مرتي هو الذي أخرج الإرهابيين وهو الذي أخرج عبود الزم كل هذا كلام تبين في نهاية كلامة اللي بيكون صحيح وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتعامل مع هؤلاء فيما يطلقونهم المعلومات على أنها معلومات جدة أو أن كلهم كلهم الجارديان عامل على مذبحة رابعة في ثواني في ثواني أول حاجة طبعا مهم جدا أنه الغايد دلوقتي لسه بيتكلموا على موضوع رابعة طبعا مستشهد بتقرير هيمان راتسواتش اللي احنا تكلمنا عنه كتير جدا أنه على الأقل 817 قتلوا فيه رابعة و1150 يعني في هذا اليوم فيه بس كذا حاجة مهمة جدا أنه الكاتب التقرير وهو مراسل الجارديان فيه قاهرة بيكلم على العدد المخيف وده التعبير اللي هو استخدمه أنه عدد مخيف من الليبراليين اللي هم مش بس أيدوا الانقلاب لا أنه هم أيدوا حتى بعد لما وضح المجازر ذكر منهم علاء الأسواني اللي هو قال دول مجموعة من الإرهابيين والفاشيين ذكر أنه البردعي اللي هو كان نائب رئيس مجلس الوزراء في هذا الوقت استقال ومتكلمين مع خالد داود اللي هو قال أنا ضد أنا كنت ضد مرسي لكن أنا ضد اللي حصل فيه رابعة ومع ذلك نقلوا عنه أنه غير نادم على التخلص من مرسي وهم طبعا جبهة الإنقاذ والدستور كل الأحزاب دي من المؤيدين كانوا في 36 ومؤيدين لكن هو بيقول مش دا خالص اللي احنا كنا فاكرينه أو أن احنا ممكن نوافق عليه إلى محور علاقات الخارجية والبدأ من الفورين بوليسي عقيدة السيسي من غزة إلى ليبيا إلى العراق رجل مصر القوي الجديد يتبنى سياسة خارجية مبنية على القمع والاستقرار الأهرام في الصفحة الأولى واشنطن خصصت 1.5 مليار دولار مساعدات عسكرية لمصر الأخبار في الصفحة الأولى بعد زيارة الرئيس لروسيا مضاعفة المساعدات العسكرية الأمريكية وفي الأخبار الصفحة الخامسة داري العيسى عضو الكونجرس الأمريكي عقب لقاء السيسي مليار دولار مساعدات عسكرية لمصر ولم نندهش من التقارب المصري الروسي قلقونا من داعش والإخوان والتطرف بالمنطقة ومصر قادر على تحجيم الإرهاب المصر اليوم في الصفحة السابع عضو بالكونجرس علاقات القاهرة بواشنطن قوية الوطن الصفحة الأولى وفد الكونجرس نرحب بزيارة السيسي في أي وقت رئيس الوفد بعد لقاء الرئيس مليار دولار مساعدات عسكرية لمصر العامة المقبل التحرير في الصفحة الرابعة وزير الرأي للتحرير سد النهضة لم يحجز نقطة 101 عن مصر المغازي ما صورته الأقمار الصناعية كانت تجمعات أمطار شديدة والسد غير قادر فنين على احتجاز الماء وفي الوطن الصفحة الثالثة الاتهامات المتبادلة تسيطر على مباحثات التهدئة بين فلسطين وإسرائيل تايمزو في إسرائيل عرض مصر سيء بالنسبة للجانبين يعني أن الصراع سينتهي بدون التواصل للاتفاق شروط القاهرة تعطي شرعية دولية لحماس وإعادة التسليح سيء بالنسبة لإسرائيل وبدون مكتسبات مهمة لحماس إذن أستاذ سليم هل الذي زار السيسي هو وفد أم شخص واحد عضو في الكونجرس وهل وعدوا بأنه في مليار مساعدات مليار دولار ولا مليار ونص لأنه طبعا هو الكلام متضارب يعني الكلام احنا ما نعرفش مين قبله ما نعرفش هل هو وفد ما نعرفش هو شخص وما نعرفش هو الرقم دي بالضبط يعني الكلام فيه قدر من التناقض بين هذه الصحيفة وتلك لكن المدهش جدا هو حالة الفرح الشديد جدا للزفة المعمولة على أساس أنه السيسي مرحب به أمريكيا في الوقت الذي كانوا يتعاملون فيه قبل ذلك على أنه يعني أحنا ضد أمريكا وأمريكا نما حقيقة يعني العنوان اللافت هو المنشط الخاص بجريدة الأخبار بعد ديارة الرئيس لروسيا مضاعفة المتعادات العسكرية الأمريكية كما لو كان يعني زيارته إلى روسيا يعني لم تأتى على الهوى الأمريكي أو أنه ذهب إلى هناك على قاعدة تحدي أو إلى آخره في حين أنه الرجل ذهب قبل ذلك وقال له أنه عمل طفق السلاح وعندما سئل في المقابلات التلفزيونية التي أجريت معه في إبان الحملة الانتخابية يعني عن طفق السلاح قال سلاح إيه ونفيت فيما بعد من الصفارة الروسية لا هي روسيا هي للتحدي السوفيتي ولا هو بوتن هو آخر الشوف ولا هو تسيسي هو جمال عبد الناصر يعني المسائل كلها أبسط من كل ذلك ولا يمكن أبدا أن تمثل زيارته إلى روسيا أنها تحدي للإرادة الأمريكية ولا يجروا أن يتحدى الإرادة الأمريكية له ولا غيره الفورين بوليسي تتحدث عن القمس والاستقرار أنها عقيدة السيسي التي يحكم بها الآن لا وبعدين هو يعني ده تقرير مهم وتحليل مهم الباحث في الفورين بوليسي بيتكلم على فكرة أنه الطريقة اللي هي عقيدة السيسي اللي هي أهم حاجة الهواجس المسيطرة عليه فكرة اللي هو القمع والأمن فهو ده انتقل من سياسة داخليا إلى خارجيا وأنه هو ده اللي هو حاول يعمله مع حماس يعني التقرير ده شبه تقرير كثيرة جدا متكلم كلما يجي سيرة دور مصر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فبيقول أولا أنه مصر عمرها ما كان وصيف نزيه ولا وقت مبارك ولا وقت السيسي وهي أصلا وسيط لا يعتمد عليه وجملة تانية مهمة أنه بيقول أنه طول الوقت كان السيسي بسبب كراهيته والحماس عنده أمل أنه إسرائيل ستقضي عليها بيقولوا لكن هذا الأمل لم يتحقق حماس لم يقضى عليها نعم العدد من الأخبار المتفرقة والبداية من الأهرام في الصفحة الأولى 1500 قطعة أرض لبناء مدارس جديدة فورا الأهرام في الصفحة الأولى النور نتمهل في التحالفات حتى وضح الرؤية وإعلان الموقف منها بعد الدوائر المصر اليوم في الصفحة الأولى ترسيم المحافظات الجديد بعد البرلمان المصر اليوم في الصفحة السادسة مبادرة القهرة تبحث عن هدنة دائمة حماس والجهاد تتمسكن برفع الحصار وفتح المعابر وإسرائيل الأولوية لاحتياجاتنا الأمنية اليوم السابع في الصفحة الثانية نفط الجمهورية التشكيك في البخاري تشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب القبر من الثوابت ونتلقى 1500 طلب فتوى في اليوم طبعا وإلى عدد من المواقع والبداية من موقع الرصد والذي نشر فيديو طبيب نفسي صحيح البخاري ينشر الأمراض النفسية قال هذا أحد من يوصف بأنه طبيب نفسي على قناة دريم ونقلته عنه رصد في نفسي اليوم الذي تم دفع فيه عن البخاري مصر العربية على موقع الإكتروني تكتب استوانات غاز تعطل حركة قطارات الصعيد مصر العربية أيضا رغم إعلان التموين بالعمل به مخابز الجيزة لم تصلنا ماكينات الكروت الذكية وفي مصر العربية السيسي يدشن المشروع القومي للطرق خلال ساعات تأهيل تسعة شركات للتنفيذ بالأمر المباشر وأرسكم لإنشاء طريق شبرى بنها الجديد بتكلفة ثلاثة مليارات جنيه وفي مصر العربية الجيوشي إلغاء مخصصات إنشاء الكذاري الجديدة إلى بوابة يناير بعد غد الساعة سادسة وستة وأربعين دقيقة يصل عدد سكان مصر سبعة وثمانين مليون نسمة وفي بوابة يناير وزير الداخلية الشرطة صنعت ملحمة وطنية تاريخية في فض رابعة والنهضة كان هذا عدد من العنوين التي وردت في المواقع الإلكترونية في نهاية هذه الحلقة أشكر ضيفايا في الستوديو الكاتب الصحفي سليم عزيز شكرا جزيلا أستاذ سليم وكذلك الكاتب الصحفي نادي أبو المجد شكرا جزيلا كما أشكركم بشاهدين الكرام على طيب المتابعة هذه تحياتي عبد العزيز مجاد وفريق عمل سكريتير التحرير في أمان الله